بسم الله اي اجتماع لازم قبل ما نروح الاجتماع نكون عارفين احنا نكلم في ايه و مين اللي هيهضر الاجتماع فلازم يتبعت ايميل للناس كلها بالنقاط اللي تناقش والاجتماع هيدأ الساعة كذا والاجتماع يبدأ في معاده حتى لو في بعض الناس مجوش لان لو انت اخرت الاجتماع الناس هتعاود على كده وهيبقى بدل من الاجتماع 11 كله عارف ان هو بيبدأ 11 ونصف فلازم تبدأ من الاجتماع في معاده وتنينه في معاده ومحدش يناقش اي موضوع غير المواضيع اللي احنا جانا عشانها لو عايز موضوع تاني خلاص يعمل الاجتماع تاني لو ايه بيبقى حاجة فرعية اتناقش مع الشخص دوت بين كده الاثنين وحن لازم نقول ان اسم الاجتماع على المكان هبقى فين التاريخ هيبدأ من الساعة كام من الساعة كام ونبدأ نقول من الناس اللي هتحضر من شركات ايه والوزر بتاعتهم ايه وممكن نكتب التلفونات والإيميلات لو حد عايز توصل معاهم الاجتماع هيبقى الساعة كام وميل هتكلم واو واو ايه اهم الوقت اللي هتتكلم الاجندة وبعد ما يخلص الاجتماع يتبيع ايميل بملخص للاجتماع وحن اتفاني على كذا 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 لان ممكن بعد كده هي حاجة في الزقيرة بش بينوان لحد بيجدي ولا حاجة بس هو يتخيل انه قالك حاجة غير اللي تقلت فلما يبقى في ايميل هو راجعه وتأكد انه قال كذا فخلاص بيبقى على كل فبنكتبها البروجيكت انتردكشن بكلم عن اسم مشروع وقلائنت ووصف المشروع وعدد دقايق اللي هتناقش فيها والبروجريس والدوريخ التسليم ولو فيه كلاش روبرت مثلا هيتناقش في الموضوع اللوت فبدأ كل ده مودر ريفيو ميتنج بحسين هبنقش الكلاشات المغادرة المشروع والمقلاشات المغادرة المشروع بعد ما خلص بنبعد نحل كذا 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 ملخص للمشروع عشان نتفق على الشغل والكلام اللي اتقال بدل ما فنشافه واتناسه بيبقى مكتوب والناس كلها عارفة احنا خدنا الايه